اشتركوا في القناة المتحف البريطاني رح تمر من القاعة أو المحكمة العظيمة أو الكبيرة يعني هناك في مقين محل لبيع الهدايا التذكارية مكان أو محل لبيع الكتب and the famous reading room وغرفة القراءة المشهورة famous يعني مشهور visit the galleries to see famous objects زور أو قم بزيارة المعارض galleries to see لرؤية famous objects أشياء مشهورة like مثل the azistic turquoise serpent الثعبان التركوازي الأزيسي the sotonho treasure ken's sotonho and the egyptians egyptian mummies والمميات المصرية do you want to feel what people felt in the past هل تود أن تشعر بما شعر فيه الناس في الماضي visit the hands-on disks قم بزيارة مكاتب اسمها hands-on and touch وقم بلمس the objects الأشياء from the museum's collection من المجموعة الموجودة بالمتحف how can you get to the British Museum كيف تصل إلى المتحف البريطاني simple ببساطة there are four underground stations هناك أربع محطات تحت الأرض near the museum بالقربي من المتحف get off at Russell Square انطلق من مربع رسل walk down south tampon row و امشي باتجاه ممر south tampon turn right اتجه لليمين at a great Russell street باتجاه شارع رسل العظيم look out ابحث for the road sign ابحث عن علامة الطريق it's a one-way street إنه شارع باتجاه واحد walk past امشي عبر Bloonsbury square مربع Bloonsbury on your left على شمالك أو على يسارك and bitford place and montego street on your right واللي رح يكون عشمالك برضو bitford place مكان اسمه bitford and montego street وشارع montego on your right montego street رح يكون على يمينك and there you are وهيك رح تكون انت وصلت للمكان if you get to the traffic lights اذا انت وصلت ل traffic lights اتشارت المرور you are gone too far فانت بتكون هيك جاوز لحد يعني انت بعدت عن الميوزيوم نيجي لأسئلة الفقرة اول سؤال عننا هو how many cafes are in the great court كم عدد المقاهي اللي موجودة بالقاعة العظيمة او المحكمة العظيمة كانوا عددهم اتنين there are two there are two cafes where can you find the famous reading room وين ممكن تجد غرفة القراءة المشهورة غرفة القراءة المشهورة موجودة بالgreat court the famous reading room is in the great court what are some of the objects found in the galleries of the museum شو بعض الاشياء الموجودة او اللي بتلاقيها بالجاليريز المعارض اللي موجودة بال british museum بالمطحف البريطاني اللي هو the aztec the aztec turquoise serpent the sotonho treasure and the egyptian mummies الافعى التركوازي الاسيسي والsotonho treasure cans sotonho والegyptian mummies اللي هم المميات المصرية السؤال البعد what can you do if you want to feel what people felt in the past شي اللي ممكن تعمله حتى تشعر كيف كان الناس عايشين أو بايش كان يشعروا بالماضي visit the hands-on disks and touch the objects from the museum يعني قم بزيارة مكاتب hands-on and touch the objects from the museum وقم بلمس الاشياء اللي موجودة في المتحف how many underground stations are there كم عدد المحطات الموجودة تحت الارض there are four underground stations أربع محطات تحت الارض هلأ في سؤال ممكن يجينا true or false يعني من نختار من نكون مختارين جملة من الفقرة يا إما نكون جايبينها مثل ما هي صحيحة يعني ما من نغير فيه اشي يا إما نكون مغيرين فيها كلمة فبالتالي بتكون الجملة خاطعة مثال there are there are three caves a coffees in the museum there are three coffees in the museum يوجد ثلاث مقاهي في الميوزيوم وهذه الإجابة خاطئة هم أربعة عددهم أربعة سؤال استخراج ما رح يجيكم أنه noun و verb و adjective لا رح يجيكم بالمعاني English English اللي معنا يعني مثلا ممكن يجينا زي هيك a word means يعني كلمة بالفقرة معناها a body kept and wrapped up in clothes يعني جسد أو جثة تحفظ وتلف بقطعة من القماش اللي هي البميز اللي هي الممية الآن يا السابع من أني يجي للتحديدات المهمة في الكتابين كتاب القراءة وفي كتاب التمرين عنا في كتاب القراءة صفحة 37 التمرين الثاني exercise number two اللي هو الحوار اللي دار بين مستر أعباس ومستر فيصل تمام ألا هذا بيحكينا عن قاعدة سم وأني نرجع نستذكر القاعدة مع بعض أنا تأتي مع الرملة المنفية والسؤال أنا تأتي مع الجملة المنفية والسؤال ننظر نكون حفظين هاي المعلومة بشكل جيد لأنه هي اللي راح تساعدنا بالحل السؤال طبعا السؤال راح يجيكم تقريبا بنفس الصيغة يعني راح تحطه دائرة يا إما على صم أو على أني حسب الجملة خلينا نقرأ الحوار مع بعض ونحل السؤال مستر عباس so how are you today كيف حالك اليوم مستر فيصل يا مستر فيصل what do you need for your restaurant شو بدك أو شو بتحتاج لمطعمك مستر فيصل fine thanks أنا بخير شكرا إليك يا مستر عباس هل هناك بعض أو أي الأبرجين يعني اليوم هلأ هون بما أنه السؤال شو حكينا القاعدة حكينا أنه أنا هي اللي بتيجي مع السؤال أو المنفي فبما أنه السؤال أكيد راح نختار أنا طيب نيجي لنكمل الحوار مستر عباس here you are راتفضل how many kilos كم من كيلو بدك مستر فيصل just eight kilos بس ثمانية كيلو and some or any or some potatoes onions و carrots بما أنها جملة عادية بما أنها جملة عادية فرح نختار some يعني جملة مثبتة مش منفية طيب نكمل الحوار مستر عباس the usual ten kilos of each يعني الثمانية كيلو اللي أنت متعود تأخذهم من كل صنف مستر فيصل yes نعم and some or any tomatoes too أكيد بما أنها جملة مثبتة فرح نختار some مستر عباس what else شو بدك كمان يا مستر فيصل I've got any ولا some very sweet apples أنا عندي بعض التفاح اللي طعم اللذيذ بما أنها جملة مثبتة فرح نختار some نيجي لنكمل الحوار مستر فيصل are there some ولا any theories بما أنه سؤال أكيد رح نختار any مستر عباس I'm afraid there aren't any ولا some وهون الجملة بما أنها منفية aren't منفية فرح نختار أنا في كتاب التمارين صفحة 25 exercise number 5 هون من نعتمد على آخر صوت منسمعه بكل كلمة سواء كان زي حرف S أو S أو E S انحلهم بعض عندنا هون أول كلمة أول كلمة لدينا هون اللي هي Ash eggs eggs آخر صوت بنسمعه is فرح نحط بأول عمود cakes cakes آخر صوت فيها صوت S فرح نحط في العمود الثاني cherries cherries هون بنسمع آخر صوت فيها اللي هو ES أو ES اللي هي آخر عمود boxes boxes نفس الحكي ES فرح نحطها بآخر عمود plants plants الصوت هون بآخرها S رح نحطها بتاني عمود peers peers نفس الصوت اللي اسمعنا هون بالآخر زي حرف ال-es رح نحطها بأول عمود watches watches آخر المقطع سمعنا ES يعني بآخر عمود رح نحطها apricots apricots آخر المقطع سمعنا صوت ال-es رح نحطها بتاني عمود وآخر كلمة peaches peaches آخر صوت في المقطع اللي هو ES اللي هي بآخر عمود برضو عندنا تمارين في صفحة 30 في كتاب التمارين اللي هو exercise number 3 رح يجيكم تقريب بنفس النمط بكون عندكم عدة صور تمام تمام للأطعم وأسمائهم الأسماء بتكون ناقصة أحرف إحنا بدنا نكمل بالأحرف الناقصة كمان بدنا نحط هون رمز الصورة اللي حسب اسم الفود اللي هون حسب اسم الطعام اللي موجود عنا في السؤال يعني عنا هون أول كلمة هاي يوغورت يوغورت يعني لبن أي صورة منهم يوغورت هاي هاي دي فرمز هون بد يكون دي طيب شو الأحرف اللي ناقصة منها منحطهم زي ما هو ببين معنا هون يا بتنقولوا أنتم أصلا سبقوا نقلتوها على دفاتركم إذا حبيت ترجعوا تكتبوهن هاي موجودين عندكم بالفيديو ممكن كمان بحرف اللي ناقصة من كل كلمة تمام ورموز الصور لكل نوع طعم أهلا وسهلا بكم في متادس العربية الوطنية نحيطكم علما بأن التسجيل ما زال مستمرا من الروضة وحتى الصف التامن الأساسي للبنين والبناء نرجو معكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد